أطلق وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ومحافظ القاهرة إبراهيم صابر شارت البدء لمعرثون القاهرة الرياضي للدراجات الذي أقمته محافظة القاهرة ضمن فعليات أسبوع القاهرة الحضري في إطار استعدادات استضافت مصر المنتدى الحضري العالمي في دورة الثانية عشر في الفترة من الرابع حتى الثامن من شهر نوفابر من جانبه أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تضع توجيهات القيادة السياسية على رأس أولوياتها في الاهتمام بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة لجميع فئات المجتمع المصري